تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة لرئيس السيسي وذلك بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن إعادة انتخاب الرئيس السيسي يأتي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ومواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة الزاملات والزملاء نواب شعب مصر العظيم لقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس فوز المرشح عبد الفتاح سعيد حسين كليل السيسي في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية وإذ يشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم لفخامته بخالص التهنئة على ثقة الشعب المصري داعين المولى عز وجل لفخامته بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة عطائه للوطن وتحقيق تموحات شعب مصر الأبي نحو مستقبلٍ أفضل وباسمي وباسمكم أقول يا فخامة الرئيس لقد أراد المولى عز وجل لمصر أن تستكمل مسيرة البناء والتنمية ورأى الشعب المصري أنكم الأقدر والأقدر على إدارة الأمور لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة واستكمال ما بدأتموه من إنجازات شملت القطاعات كافةً في فترةٍ زمنيةٍ دقيقة مليئة بالتحديات الإقليمية والدولية أعانكم الله جل وعلا يا فخامة الرئيس على تلك المسئولية ووفقكم لما فيه الخير لأبناء مصر الأوفياء حفظ الله مصر وشعبها ترجمة نانسي قنقر